الآن إلى جولة في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة نتناولها بالشرح والتحليل مع ضيفنا في الستوديو السيد أكرم عطلة الكاتب والباحث السياسي أهلا بك سيدا أهلا بكم اسمح لنا نستعرف بعض الصحف ونبدأ في التحليل نبدأ بصحيفة يدعوت أحرانوت والتي كتبت مقالا حول بايض يشكك في نوايا نتنياهو ويبدو مستعدا لمواجهة علنية بحسب الصحيفة فوجئ العديد من المسؤولين الإسرائيليين بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي انتقد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وأعرب فيها عن قلقه من القصف الإسرائيلي العشوائي على غزة وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة مستاءة من تصريحات نتنياهو العلنية التي ترفض مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد انتهاء الحرب ولموقفه الرافض لحل الدولتين وقالت الصحيفة أن تعليقات بايدن التي تظهر إحباط الرئيس الأمريكي وقلقه من تعرضه مرة أخرى للتضليل من قبل نتنياهو الذي قد يسعى إلى مواجهة علنية نشرت مجلة بولاتيكو تقريرا حمل عنوان بايدن يقول إن نتنياهو يجب أن يغير ويتهم إسرائيل بالقصف العشوائي وبحسب المجلة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدعم الأمريكي والأوروبي لإسرائيل يتراجع في أعقاب القصف العشوائي الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة وطر المجلة أن تصريحات بايدن التي قالها خلال حفل استقبال في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن التي انتقد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تشير إلى انقسام ناشئ وربما عميق وأضفت المجلة أن تعليقات الرئيس الأمريكي كانت أوضح علامة حتى الآن على أن علاقته مع نتنياهو تتغير مع دخول الصراع شهره الثالث ونشرت صحيفة هارتس مقالا تحليليا تحت عنوان إسرائيل في حالة حرب ونتنياهو يطلق حملة إعادة انتخابه ترى الصحيفة أن الفيديو الذي نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو والذي صلت فيه الضوء على الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن غزة ما بعد الحرب يمهد الطريق لإعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو بعد تراجع في استطلاعات الرأي يأمل في توظيف صدمة الإسرائيليين وغضبهم لتلبية احتياجاته الانتخابية وأرضفت الصحيفة أن الإسرائيليين سائموا نتنياهو لكنه سيتشبث بالحكم وسيقسم البلاد في وقت الحرب ويعرض التحالف مع واشنطن للخطر نبدأ في تحليل هذه المجموعة من الصحف مع ضيفنا في الستوديو سيد أكرم عطلة مرحبا بك مرة أخرى سيد أكرم كيف قرأت التحول في الموقف الأمريكي؟ يعني هو واضح كله نتنياهو يعني النجم الذي يهوي نتنياهو يبدو أنه هنا قرارا أمريكيا صدر بالشطب بن يمين نتنياهو وعلينا أن نميز ما بين الحماية الأمريكية لدولة إسرائيل وما بين الموقف الأمريكي من الحكومة الإسرائيلية هناك فصل بين المسألتين بمعنى سيؤثر على مصار الحرب بتقليل ضرب المدنيين ما تفعله إسرائيل ولكنه لا يغير بأهداف الحرب بمعنى لازالت الرخصة نتنياهو الآن هو الذي فتح المعركة فتحت النار على أمس من الرئيس الأمريكي ولأول مرة بهذا الشكل يصدر شيء من رئيس أمريكي بهذه الحدية ضد رئيس وزراء إسرائيلي ولأول مرة رئيس أمريكي يهاجم حتى وزيرا إسرائيليا بالإسم نعم إتمار بنكفير هكذا تحدثت ويطالب بتغيير الحكومة في هذه الحرب الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من الداعم والحليف إلى الشريك أصبحت شريكا في هذه الحرب وبالتالي على إسرائيل أن تدفع استحقاقات الشراكة إسرائيل تعتقد أنها تتصرف فيما لو كانت قبل 7 أكتوبر الآن هناك شريكان في هذه الحرب شريك صغير اسمه إسرائيل وحكومة إسرائيل وشريك كبير اسمه الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الكبير هو الذي يقرر وبالتالي قرار تغيير الحكومة قرار شاطب نمين الذي فتح المعركة هو أصلا بن يمين نتنياهو لم يكن الرئيس الأمريكي يذهب إلى هذه الحدود لولا أن بن يمين نتنياهو قرر أن يفتح المعركة وقرر أن يفتحها وهو في حالة فقدان توازن ما الذي حدث؟ بن يمين نتنياهو صدر ثلاثة صريحات له قال في جلسة خارجي الأمن الكنيسة أنه بن جوريون كان رجلا عظيما ولكنه خضع للأمريكان أيضا في لقائها آخر قال أنا الوحيد القادر على منع دولة فلسطينية وقادر على الوقوف في وجه الأمريكان وقبل ذلك كان يقول لأعضاء الليكود أنا أفضل من يحكم الليكود لأنني أنا الوحيد القادر على فهم الأمريكان والتصدي لهم بمعنى تصريحات من هذا النوع كأنه يهين الرئيس الأمريكي أهين بالأمس كانت حملة إهانة للرئيس الأمريكي هذا الصباح ردة فعل الرئيس الأمريكي كانت قوية جدا وكاسحة وبعد ذلك رأينا أوروبا أيضا تصدر ما يشبه بمعنى أنه هناك ضوء أخضر على المستوى العالمي ليش طب بن يمين نتنياهو لكن ليس للدولة الإسرائيلية لأنه هذا الصباح الولايات المتحدة الأمريكية قالت إمدادات السلاح ستستمر ما هو رد الفعل الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية نتنياهو على ما قام به الرئيس الأمريكي يعني أكثر رد فعل صدر من الوزير إسرائيلي قال أنه في وقت الحرب من الصعب تغيير الحكومة بمعنى بدأت إسرائيل تدرك حجم الشريك الكبير بدأت تدرك أنه التحدي للرئيس الأمريكي والولايات المتحدة بهذا الشكل الآن هي في أضعف حالاتها حاجتها للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي مرحلة سابقة وبالتالي واضح أنه أضيئت أضواء حمر في الحكومة الإسرائيلية نفسها طبعا الجيش لم يتحدث الولايات المتحدة الأمريكية والجميع يراهن على جانس الجميع ينظر لتصريحات جانس باعتباره حتى الآن هو رئيس الوزراء القادم حتى الآن نتنياهو تصريحاته تنم عن فقدان توازن لماذا قال ذلك؟ لا عاد يقدر يقول مستر أمن بعد 7 أكتوبر ولا عاد يقدر يقول سيد الاقتصاد ولا سيد التكنولوجيا ما لديه ليقدم الشارع الإسرائيلي والحزب الليكود؟ أنه أنا قوي في تحدي الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن يدرك أن هذه الورقة التي يقدمها للليكود وللشعب الإسرائيلي هي الورقة التي ستحرقه لدى الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية في صمت شديد في كأنها ضربت على رأسها تصريحات شديدة من الرئيس الأمريكي لكنها تحاول أن تبرر لماذا يجب أن تستمر هذه الحكومة فقط بسبب الحرب بمعنى أنها تدرك أن الأمر عندما يتحدث الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن هناك قراراً دولياً صدر بشطب حكومة من يمين نتنيا يبدو أن هذا الموضوع مسيطر على كل الصحف والمجلات العالمية اسمح لنا نستكمل هذه الجولة ونعود مرة أخرى للتحليل نشرت صحيفة Financial Times تقريراً تحت عنوان ألولات المتحدة تتوقع تغيير إسرائيل تكتيكاتها في غزة بحلول يناير المقبل ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل لا تزال لديها أهداف عسكرية في جنوب غزة تبرر هجومها المستمرة على خان يونس وغيرها من المناطق التي يعتقد أن كبار نشطاء حماس يختبئون فيها لكن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أن واشنطن تتوقع تحولاً في التكتيكات الإسرائيلية بحلول يناير المقبل التي ستركز على ملاحقة كبار قادة حماس وأهداف أخرى ذات قيمة عالية والابتعاد عن الهجوم البري الكامل وتأتي هذه التوقعات تزامناً مع سفري جاك سوليفن مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن مرة أخرى إلى المنطقة هذا الأسبوع لمناقشة الحرب وخلال توقف في إسرائيل من المتوقع أن يبحث مع الحكومة على أن تكون أكثر دقة في عملياتها العسكرية نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً تحت عنوان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي يصدران تحذيراً جديداً من خطر محتمل وسط التوتر بين إسرائيل وحماس وبحسب الصحيفة أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي إعلاناً عاماً جديداً يحدران فيه من المخاطر المحتملة على السلامة في الولايات المتحدة نتيجة الحرب المستمرة في الشرق الأوسط وقد قدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي أن التوترات المستمرة الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس من المرجح أن تزيد من خطر أعمال العنف التي يقوم بها الفاعلون المنفردون في التجمعات العامة الكبيرة خلال فصل الشتاء وتشمل هذه التجمعات الأحداث المرتبطة بالأعياد والمناسبات الدينية واحتفالات ليلة رأس السنة والتجمعات المحمية بموجب التعديل الأول المتعلقة بالنزاع سيد أكرم مرة أخرى هل التعديلات في التكتيكات التي تتحدث عنها الصحيفة له علاقة بما يحدث ما بين واشنطن وما بين تل أبيب؟ نعم هو الخلاف بالأمس كنا نتحدث عن تباين إلى أن ظهر الخلاف على العالم الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بنقطتين الأولى هو خلاف ما بعد غزة خلاف سياسي نتنياهو يقول أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية لن يسمح للسلطة بأن يكون لها دور في قطاع غزة بينما الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن إعادة تأهيل السلطة وتغيير الطبقة القيادية في السلطة نعم لكي تكون أكثر قدرة على التواجد في قطاع غزة وحكم قطاع غزة الخلاف الثاني حول ما قالت الولايات المتحدة الأمريكية حول صورتها الأخلاقية في العالم أنت تحدث عن الصورة الأخلاقية هذا مصطلح أمريكي جديد الصورة الأمريكية اهتزت بشكل كبير بسبب قصف إسرائيل للمدنيين إسرائيل كانت تنتقم إسرائيل كانت تقصف عشوائيا هذا أساء أدركت الآن بعد أكثر من شهرين الولايات المتحدة الأمريكية أن صورتها اهتزت لم تدرك ذلك مبكرا لكن ربما رهنت على أنه أحداث 7 أكتوبر يمكن أن تغفر لإسرائيل كل شيء على مستوى العالم أدركت أنه العالم لسي كذلك هذا الخلاف سيؤثر بالتأكيد على الضغط سيكون ضغطا أمريكيا وهو بدأ منذ فترة لكن إسرائيل لم تستمع حتى بعد الهدنة طلبت الولايات المتحدة الأمريكية تجنب المدنيين إسرائيل تصرفت بنفس المنطق الآن بعد أن ظهر الخلاف للعالم أعتقد أنه سيكون ضغط أكبر وإسرائيل ستجيب سريعا سيد أكرم هل يمكن للرئيس الأمريكي أن يتراجع عن هذه اللهجة التي تحدث بها عن هذه الحكومة وعن رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ عن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا أعتقد أنه وصل إلى قناة هو بالأساس كان هناك خلاف بيتس من قبل حتى 7 أكتوبر 9 أشهر تركه ينتظر موعد هو أساساً الديمقراطيين يكرهون بنيمين نتنياهو وبالتالي هذه الأزمة فجرت يعني القشة التي قسمت ظهر البعير في تحمل الإدارة الديمقراطية لبنيمين نتنياهو لن يتراجع لكن على صعيد دولة إسرائيل وهنا علينا أن نميز أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر بدعم ورعاية وتسليح إسرائيل وتركيب حكومة أكثر قوة لإسرائيل هم يعتبرون أيضاً أن حكومة بنيمين نتنياهو تشكل خطراً على إسرائيل وتسيء لصورتها في العالم وأيضاً تسيء لصورة الولايات المتحدة سيد أكرم عطل الكاتب والباحث السياسي شكراً لوجودك معنا شكراً لكم